قال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترزين سفينة نقل السريع يو اس ان اس برونزويك التابعة للبحرية الأمريكية ترسو حاليا في بورت سودان لفترة وجيزة للمساعدة في إجلاء رعاية أمريكيين تقطعت بهم السبل جراء القتال بين الجيش وبين الدعم السريع وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الأمريكية أن قافلة من مئات الأمريكيين وصلت إلى مدينة بورت سودان الساحلية شرقي البلاد حيث أجرت أول جهود إجلاء للمدنيين الأمريكيين الموجودين في السودان فكيف أخرجت الولايات المتحدة رعاية من السودان ومع حجم التنصيق بين واشنطن والطرفين المتحاربين وكيف يمكن للدور الأمريكي أن يساعد في إخراج جميع رعاية الأجانب من السودان إذن نجحت الولايات المتحدة في إخراج أول قافلة إجلاء لرعايةها من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان وحفلت عملية الإجلاء هذه بتفاصيل مثيرة عن رحلة محفوفة بالمخاطر بتدابير استثنائية لضمان سلامة الأمريكيين فقافلة الحافلات تلك التي وصلت إلى بورت سودان مساء أمس السبت ضمت 300 شخص بعدما غادر الخرطوم في وقت متأخر من ليل الجمعة بحسب تقرير نشرته شبكة NBR الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أنه تم التعاقد مع سبع حافلات وتمت مراقبتها عن طريق طائرات مسايرة مسلحة طوال هذا الطريق فيما تعقدت الحكومة الأمريكية بالمجمل مع 16 حافلة في المجموعة حيث ستستخدم بقية الحافلات في حال الحاجة إلى قواف الإجلاء أخرى وقال مسؤولنا أمريكيون إن الطائرات المسايرة هذه التي تحدثنا عنها كانت ترقب مسار طرق إخلاء الحافلات البرية لعدة أيام مسؤول أمريكي أيضا قال وأشار إلى أن قوات من الدعم السريع ساعدت القافلة بثلاث مركبات للمساعدة في تأمينها عبر طوال نقاط التفتيش الخارجية الأمريكية أوضحت في البيان أن الأمريكيين يمكنهم عبور البحر الأحمر من بور سودان إلى ميناء جدة السعودي حيث ينتظر مسؤول القنصلية الأمريكية في السعودية الأمريكيين ومجرد وصولهم إلى ميناء جدة صبقت هذه العملية عمليات إجلاء أخرى أو عملية إجلاء أخرى أجرتها الولايات المتحدة في السودان تلك العملية توجهت في 22 من أبريل المنصر قوة عمليات خاصة أمريكية للعاصمة الخرطوم لنقل موظفين أمريكيين جوا تقرير لشبكة NBR أشار إلى وجود حوالي 16 ألف أمريكيين مسجرين في السودان فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن حوالي 5000 شخص على اتصال بالوزارة بشأن جهود مبذولة للإجلاء مشيرا إلى تعذر التحقق من أعداد رعاية الموجودين والذين يرغبون في المغادرة